الأمم المتحدة تخاطب إيران دعماً لقرار وقف إطلاق النار الهاش في اليمن خلال فترة قصيرة أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتوريش اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الإيراني جواد ضريف سعياً وراء الحصول على دور لطهران في تليين موقف الحوثيين المتصلب من قرار وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد أعلن الوزير ضريف إثر هذين الاتصالين دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في اليمن داعياً إلى ضرورة إرساء وقف مستدام لإطلاق النار كمقدمة لبدء المسيرة السياسية لحل وتسوية الأزمة تصريحة ضريف يبدو أنها تتنغم في مغزاها النهائي مع مطالب الحوثيين التي تتركز حول وقف التدخل العسكرية السعودية في اليمن بشكل كامل والدخل في محادثات ثنائية مع الرياض لا ترتكز على المرجعية الثلاث وتتجاهل تماماً الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وتكرس الوضع الذي أنشأته حرب الميليشيا على اليمنيين طيلة الفترة الماضية صعدت جماعة الحوثي موقفها من قرار وقف إطلاق النار إلى ما يشبه الرفض كما جاء في تغريدة للمتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام الذي وصف القرار بأنه مجرد تدليس وتضليل للعالم ورفع سقف مطالب جماعته إلى حد المطالبة بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صريحاً بإيقاف الحرب ورفع الحصار على حد تعبيره موقف كهذا دفع الحكومة إلى إعادة تقييد موافقتها على قرار وقف إطلاق النار باشتراطها ألا تتحول الهدنة إلى فرصة للحوثيين لإعادة ترتيب أوضاعهم العسكرية ومهاجمة قوات الجيش والمناطق المحررة المتحدث باسم الحكومة راجح بادي طالب المبعوث الأممية بالتحرك السريع لأن الحكومة لن تقبل أن تكون الهدنة فرصة لإعادة ترتيب الوضع العسكري للحوثيين بعد أن قُبلت الهدنة باستهتار واستهزاء من قبل الميليشيا الحوثية التي قال إنها لا تراعي مصالح اليمنيين ولا يهمها أن يهلك مئات الآلاف من اليمنيين مقابل أن تستمر في السيطرة على بعض المناطق واعتبر بادي ما يحصل من هجمات عسكرية من جانب الحوثيين بعد إعلان وقف إطلاق النار بأنه تصعيد خطير جدا وأن قوات الجيش قادرة على الرد والتعامل مع هذه الاعتداءات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر